اهلا بكم في حلقة جديدة من linear control systems engineering هنستطنظم التحكم الخطي هنكمل مع بعض في root locust plots هنشتغل او مازلنا مكملين عن negative feedback system قلنا negative feedback يعني الفيدباك هنا بيبقى بالسالب والK اللي موجودة في transfer function بتبقى non negative يعني بتبقى اكبر او تساوي zero دي الK والنهاردة هناخد example 3 وان شاء الله يقضي عبارة عن سلسلة مستمرة فتابعونا باستمرار هناخد النهاردة example 3 وهو مديني مسألة بالشكل ده ده ال input عندي وده ال output ومديني feedback هنا ينتي feedback عن ال H بواحد ومديني G بالشكل ده وبالتالي عندي G of s هتبقى بالشكل ده عندي هنا وال H بواحد طبعا هنشتغل على open loop ال open loop يعني بضرب كل البلوكات اللي موجودة في closed loop يبقى ال G في ال open loop عبارة عن حاصل ضرب الاتنين في بعض ولو ارجعنا هنا هنلقان هنا ال negative feedback عندي و ال key non negative وبالتالي ده عبارة عن negative feedback over all system و المعادلة بتاعته ال closed loop على بارة عن اللي هي الابلاس الاوبت على الابلاس ال input اللي هو الابوت C والإمبوت R هي بارة عن ال feed forward اللي هي G على واحد عكس الإشارة زائد GH و معنا كمان هنا المقام اللي هو واحد زائد GH ده عبارة عن characteristic equation وبالتالي characteristic equation اللي هو واحد زائد GH بتسوي zero المعادلة ده مهمة خلال الفيديو هنشتغل عليه اول حاجة في step رقم واحد لرسم ال root locas قلنا اول حاجة بنعمل بنجيب بنجيب البولز والزيروس وارقامها ونعمل لها locate على ال S بلا يبقى عندي ال GH بالشكل ده هاخد البسط يسوي zero يبقى عندي S نقص واحد بتسوي zero يبقى عندي number of zeros بمثلها برمز دايرة عالرسم يبقى عندي ال S عندي بتسوي واحد يبقى ال S واحد بتسوي واحد ده اول zero في زيروس تاني في البسط لا طيب عدد الزيروس هو ال M ال M هنا بكام بواحد ده عدد الزيروس عدد الجزور اللي هنا وعدد الكام اللي انت حصلت عليه بكام بواحد هروح ليه المقام اللي هو بيطلق عليه آآ عندي المقام اللي هو بجيب منه البولز البولز عندي عبارة عن ايه؟ بمثلها على الرسم بx يعني باخد المقام بساوي zero ياخد آآ المقام بساوي zero يعني عندي S بسالب 2 و S بسالب 4 وبالتالي عندي كمتين عندي كمتين او عندي جزرين في المقام يبقى وعندي S بسالب 2 و S بسالب 4 هاعمل اسقاط للقيم ده على الرسم وبالتالي عندي سالب 2 و سالب 4 على 2 بولز وعندي عندي الواحد ناحية اليمين ده؟ zero قولنا ال zero بيبقى دايرة والبولز بتبقى x ستب 2 عندي ستب 2 ان انا بشوف الروت لوكي عندي على الريال x يبقى ايه عندي القيمة ها؟ ده zero بول بول ارقمهم من علي وين؟ واحد اتنين ثلاثة قولنا عشان ارسم الروت لوكي الروت لوكي دايما بيبقى الشمال اول قيمة يعني امشي كده اول جزر يقابلني على شماله في روت لوكي لغاية فين؟ اه لغاية اول قيمة قابلني على الرية يبقى اجي هنا كده اقول من على الشمال هنا فيه روت لوكي لغاية البول اللي بعده او بات الكيمة اللي بعدها عن رية x اجي هنا بعد دي مباشرة مافيش اروح للكامل لبعدها الكمال اللي بعدها يبقى فيه روت لوكي طبا فيه حاجات وقفني؟ لا لغاية ما لانهاية وتعلمنا قبل这个 ان عند البولز ال كي بتبقى بزيرو عند공 كل ال كي دايما تقول ليه مال نهاية هي ال ال كي في الحقيقية لا تصوي المال نهاية ولكن الكهذه تقول الى مالا نهاية تقترب بالمالا نهاية عندي ايضا تلاتة باجيب النiamber اور اخوات قولنا الن Nada اور اخوات هو عدد المنحنايات اللي بتقول لمالا نهاية او الرسم الحقيقي اللي بسم به العظيم اكبر عن مكسيمم ان وم عندي مكسيمم اتنين واحد لان بثين والام وباحد يطلع اتنين ينب عندي اتنين بيروحوا لمالا نهاية ايضا تبار اır باج عندي ان انا بجيب الاسمبوتوت عندي. الاسمبوتوت هو ايه? خطوط تقاربية. تقول لي ما لنا هي. خطوط تقاربية بحاول بيها ارسم او تساعدني في الرسم. لان انا مش هادر ارسم المنحنات مرة واحدة. فباستخدمها عشان تساعدني في الرسم. اول خطوة في الاسمبوتوت بجيب النبر في اسمبوتوت عبارة عن ان ناقص ام. يبقى تنين ناقص واحد بيساوي واحد. عندي كمان الانترسكشن قلنا هي النقطة اللي برسم منها اللي موجود عن ريال عبارة عن مجموع البولز نايز مجموع زيروس على ان نايز ام. هنعوض عندي كده هنا انا جبت لك اهو الزيرو اهو. هبتدي اقول ايه? افتح كوص مجموع البولز اللي هو سلب اتنين وصل لب ا 4 جوة لقوس. ناقص. افتح كوص مجموع الزيروس الزيروس بواحد. تمام? على ان ناقص ام اللي هو بواحد. تطلع لتكيمة دي سلب سابعة. سلب سابعة بطاقة على الريال. نروح بعد كده نجيب العنجل بتاعت الأسيمبوتوتس اللي هو الزواء اللي هرسم بيها المستقيمات وده القانون اللي قلناه في حالة النيجاتيف هبتدي عاوض عندي الكيب بزيرو واحد واثنين وهكذا هقف امتى ها ده نعدي عدد الأسيمبوتوتس واحد ببساطة عايز زاوية واحدة زاوية واحدة يعني عاوض الكيب بزيرو يبقى الكيب بزيرو عاوض الكيب بزيرو تطلع هنا عندي مية وتمانين على واحد هتطلع بلاس ماينس لان انا عندي أسيمبوتوتس واحد يبقى انا محتاج زاوية واحدة تمام ارجع تاني للرسم زي ما قلنا هنا الدلتة دي طلع بسلب سبعة تمام يبقى اروح على الرسم كده وعمل اسقاط لسلب سبعة اي ان كان القمال هتطلع يبقى عملت اسقاط اهي وقلنا ان زاوية الأسيمبوتوتس عندي مية وتمانين هي زاوية وحيدة يبقى تخطل مية وتمانين اهو مش هرسمه طبعا يبقى هو معروف الريال اكس عندي عشان مايبقاش لاخبطة عندي معروف لوكس استبع خمسة بروح بجيب البريك اوي والبريك ان بويت بجيبها ازاي ان انا بجيب دلتة كي على دلتة اس بتساوي زيرو الجي في اتش عندي دي المعادلة اهي اللي بدأنا بيها اه نرجع تاني للكاركتوريستيك اكويشن الكاركتوريستيك اكويشن هعوض فيها يبقى اقول واحد زاق الجي اتش الجي اتش هنا بتساوي زيرو هبتدي واحد مقامات هنا واخد البست بس هو اللي بيساوي زيرو او زي ما تعلمنا مباشرة اخد المقام الاشارة دي زي ما هي يبقى المقام زائد البست لو اشارة هنا ناقصة تبقى المقام ناقص البست وبما ان المعادلة اصلا فيها زائد تبقى هنا زائد يبقى المقام زائد البست تطلع بالشكل ده ادي المقام فكيته زائد البست عندي طبعا انا مش هفك دي لان انا عايز الكي في طرف لوحدة يبقى اودي ده كله بالسالة بالناحية التانية واقسم على اس ناقص واحد. تطلع الكيه بالشكل ده. هفاضل المعدلة دي بنصبة الاس و تطلع الشكل ده. هيبقى المقام تعبية. البسط اللي هنا هيبقى المقام في مشت grain ناقص البسط في مشت B en most unconditional مقام. وما تنساش معاك سالب برا. هبتدى المعدلة دي اساويها بالزيرو. يبقى مين اللي هيساوي زيرو? البسط بس هيكفي ان هو يساوي زيرو. البسط هى هنا ده لما يساوي زيرو. هيأديني قيمة الكيمة الاولى بسلب اتنين وتمانية من عشرة والقيمة التانية باربعة وتمانية من عشرة. نبص على الروت لوكي. هل سلب اتنين وتمانية من عشرة تقع على الروت لوكي بص كده هنا. اه ده من سلب اتنين سلب اربعة مفيش روت لوكي. يبقى الكيمة دي لا تقع على الروت لوكي. طب اربعة وتمانية من عشرة. اربعة وتمانية من عشرة بالموجب. خلي بالك اربعة وتمانية من عشرة بالموجب. يبقى اقصى اليمين. هنا ولا بريك اوي. لو رجعنا تاني للرسم اللي وقينا هنا هنلقى زيرو. الزيرو ده ما فيش اي حاجة هتوقفه في الطريق لان ما فيش بريك ان ولا بريك اوي. وما فيش زيرو تاني قابله في الطريق ولا بولز. فمباشرة هتلقى السهم طلع من البول. اتعلمنا ان الاسم بتطلع من البول اهي. والزيرو الاسم بيبقى الدخل عليه. تمام? يبقى مباشرة الحل النهائي ان ده هيكمل لمالة نهاية وده هيروح يوصل للزيرو. يبقى ده هتحرك من هنا الهنا هيتحرك من نقطة السلب اتنين اللي البول بتاعه يوصل للزيرو. لان ما فيش حاجة هتوقفه في الطريق. وده برضو ما فيش حاجة هتوقفه هنا هيتكمل لمالة نهاية. نرجع نتكمل مسألتنا بباقي الستيبس. الستيب رقم ستة بجيب الانجل اف دي باشر والالرايفل. اللي هي خاصة بالكومبليكس بول والكومبليكس زيرو. وبما ان المسألة مفيش كومبليكس بولز ولا كومبليكس زيروز وبالتالي عندي ما فيش اصلا الاستيب رقم ستة. ودي القوانين اللي احنا شرحناها بكل استيب رقم سبعة استيب رقم سبعة بجيب نقطة التقاطع مع الجي اوميجا اكسس. برجع تاني للمعادلة الكاراكتوريستيج اكويشان اللي انا جبتها في استيب رقم خمسة. دي المعادلة اللي انا جابها في استيب خمسة هيبتدي افكها هنا ابتدي افك الكي في الكوز. ووحد المعاملات مع بعض يعني هنا كيه في اس وهنا ستة اس. اخد اس عامل مشترك وبتدي اواحد زي ما انت شايف كده بيدي المعادلة هستخدم مين الراو ستيبل يبقى اول طريقة هستخدم الراو ستيبل اه كارترية عندي وبالتالي هاخد اول حاجة اس تربيع بعد كده معامل اس وسواحد اس وسزير معامل اس تربيع هنا هيبقى واحد واسيب المعامل ده واخد الحد المطلق تماني نقص كي دي كلها حد مطلق هبتدي بعد كده معامل اس واحد اللي هي دي تبقى الستة زائد كي تتحط هنا وما فيش بعد كده اي عناصر تبقى زيرو هضرب طبعا بالطريقة التقليدية اضرب ديف دي ناقص ديف دي على الكيمة اللي هنا دي او مباشرة زي ما احنا تعلمنا طول ما اخر كولوم هنا اخر عنصر في زيرو يبقى اخده الكيمة اللي قبلها على طول الناتج بتاع الضرب اللي انا قلته اللي هو ديف دي ناقص ديف دي على الكيمة اللي هنا تطلع تمانية ناقص كي وعشان الستم يبقى ستيبل لازم العمود الاول كله دي بقى موجب اول حاجة الواحد موجب يبقى الستة زايد كيه تبقى اكبر من الزيرو ومن هنا تبقى الستة اكبر من سوري الكيه اكبر من سالب ستة وعندنا تمانية ناقص كيه لازم تبقى اكبر من الزيرو ومنها احصل على الكيه اعلى من تماني وبالتالي هعمل دمجة للشرطين دول مع بعض معروف ان الكيه تبقى اكبر من سالب ستة ودايما الكيه مستلبك موجبا يبقى الكيه تبقى اكبر من الزيرو يبقى من هنا احصل على الكيه اكبر من zero. من هنا k اقلي من 8. يبقى اجمع الكونديشن مع بعض تبقى k اكبر من zero واعلي من 8. عشان السيستيم يبقى ستيبل. يبقى عند ال k بتساوي 8. يبقى السيستيم بي كريتيكال. يبقى هيقع على ال j اوميجا اكسز. يبقى اروح اجيب الكاركتوريستيك اكواشن عشان اجيب الانترسيكشن ويز j اوميجا اكسز. اجيبها ازاي? ببص المعادلة اس تربيه. هنا تبقى واحد اس تربيه. خلي بالك السلب دي خاصة بال دي نحن يبقى س بذي رمال لكسل دي مثل سلب واحد. ده واحد ً اصل. تبقى اس تربيه هنا زائد الحد المطلق لان معامل اس بهمله ومش باخده في المعادلة دي. يبقى ده الحد المطلق. هابتدى اقعد الكيب كام بتمنى. تمانيا نقص تمانيا تطلع زيرو. يبقى اس تربيه تطلع بزيرو. يبدى عند الاس بزيرو. تمام? يبقى عند الكيب تمانيا الاس بزيرو. تمام? بها الاس بزيرو معناها اصيرو. يعني انا الطريقة التانية نفس المعادلة ها عوض عن الاس بالج اوميجا يبقى اشيل كل اس عوض بج اوميجا تطلع بالشكل ده. بعد ما جمع الريال والمجن مع بعض تطلع بالشكل ده. هروح اسوي المجن بزيرو والريال بزيرو. نبدأ مع بعض كده انا هاخد الريال بسوي زيرو. الريال ده كله ده كله ريال. هيسوي زيرو. تمام? ومن هنا اه هوقف المعادلة دي يبقى دي اول معادلة المعادلة دي هتسوي زيرو. هروح للريال. الريال ستة زائد ك اوميجا بسوي زيرو تمام? يبق هنا ده قوسين مضربين في بعض. يا اما القوس الاول ده بيساوي زيرو. يا اما الامجا بتساوي زيرو. نبدأ ستة زائل كي بتساوي زيرو. منها كي احصل عليها بكام بسالب ستة. كي سالب ستة دي مرفوضة. القوس التاني اللي هو امجا بتساوي زيرو. يبقى امجا تساوي زيرو. يبقى الكي تساوي سالب ستة دي مرفوضة. عندي الامجا بتساوي زيرو. اه امجا تسوي 0 ارجع تاني اعود بالمعادلة اللي فوق. لما ارجع عود بفوق الامجا بزيرو تبقى دمانية ناقس كي بتساوي 0 يبقى الكي تطلع بالتمانية. يبقى عند الامجا بزيرو الكي بتمانية. تمام? وبالتالي يبقى اتقطع مع الجي امجا اكسز اللي هو امجا سي بسوي زيرو الكي عندها بتمانية. والرنج بتاع الكي من كم لكام دايما من زيرو لغاية للكيما اللي هتطلع عليها تمام. ده وقتها السيستيم ستيبل. تمام? يبقى من زيرو لتمانية السيستيم ستيبل. هبتدي تاني اروح للرسمة عندي. قلنا عندي الاسهم اهو. هيبقى السهم طالع منه. هل في بريك ان او بريك قوي عشان اقلق من رسمة لأ. يبقى مباشرة السهم اللي طالع بيكمل في اتجاهه على طول. ركز كده بص كده السهم فين? رايح فين? هيبدأ من البولز. والاتنين هتحركوا في نفس التوقيت. واحد هيروح للزيرو والتاني هيروح لما لا نهاية. اه. الكي بدأ بزيرو. وفعلا لما هيد اقول لما لا نهاية. طب هنا الكي تقول لما لا نهاية عند كام؟ اه سايف التقطع الخط دا. التقطع هنا بكم? عنده الامجة بزيرو. فعلا الامجة بزيرو عند الموضة دي. وقتها كانت كل كه بتمامة. لو عندينا نوبر برانش واللي هم in specific 3 هنلاقي ادي برانش رايح لي ما لا نهاية وادي برانش رايح لي ما لا نهاية؟ عندي اثنين برانش. طبعا ادي كام اسمبوتوت واحد على المستقيم دا كله ده اسمه اسمبوتوت تمام؟ لو انا عيز دقة اكتر عشان احصل على دقة اكتر في الرسم بروح للكاركترستيك اكوشن عشان انا ارسم الكلام ده ببقى دقة اكتر واتأكد من نواتك بتاعتي اروح للكاركترستيك اكوشن ابتدأ احط قيم لكيه واجيب البولز بتاعتي الكيه تبدأ من زيرو لما احط الكيب زيرو في المعادلة دي هيطلع للسالب اربعة وسالب اتنين اللي هما الاتنين بولز اللي انا بدأ بهم المسألة اللي هو سالب اتنين وسالب اربعة وفي انا عند دي الكيب بتسوي zero يبقى دي عبارة عن ال open loop open loop bulls اللي هو الكمتين دول طب يا باش مهندس فين الزيرو لا ما هالزيرو هنا ده بيبقى ثابت مش بيتحرط من مكان الكيب بتسوي تمانية خلي بالك الكيب تمانية ده التقاطع يبقى انا ابتدي اخد قيم قبل التقاطع اللي هو ستة اربعة اتنين وبعد ما عد التقاطع يعني الكيب اعلى من ثمانية ستيبل يبقى اخد قيم في الاستيبل وقيم في الاستيبل لوكيشا او في ال right hand side تمام يبقى ابتدي هنا erhalten 10 10 14 16 18 وابتدي هاوج بالتقيه بالكيب proclaim ابقى هحط الiamo في المعادلة دي وهيبقى احللها بالقلم وباشرة انطلع القيم رركز كده بص السلب اربعة بيجاب سلب سبعة عند الكيب اتنين والسلب اتنين بيجاب سلب تمانية عما عشر معنا كده ان الجزور اتغيرت الجزور اتغيرت قيمها كل ما اتغير الكيب الجزور بتتغيرها لغاية ما الكيت بقى تمانية الكيت تبقى التمانية يبقى جزر عند سلب اربعتاشر هنا اقصى الشمال والجزر التاني عند زيرو اه عند الكيب تمانية يبقى فيه جزر هنا بزيرو وفعلا التقطر ده عند زيرو زي ما قلنا اللي هو عندي البولز هيبقى بزيرو وقتها الكيب تمانية تمام اللي هو البولز ده بزيرو يعني الامجة بزيرو لان هيبقى اهم وقتها اكمل المسألة عادي خلي بالك هتلقى القيم اللي اتنين بولز بتتغير معك زي ما انا كنت عامل بالسهم ان ده بيتحرك وفي نفس التوقيت ده بيتحرك لان الكمتين دول بيتغيروه في نفس التوقيت تمام لو انت عايز اه تعمل تشيكة على الحل بتاعك باستخدام المتلاب هنروح نفس الطريقة الاس بيتساوي transfer function بين single quote اس transfer function هكتبها بنفس شكلها زي ده بس اشيل كي بس اشيل كي من المسألة مش اكتر واحطها زي ما انت شايف كده طبعا نفسين دول في المقام احط بينهم علامة الدرب عشان منديك شئر وروع المتلاب باقول بي زي ماب ده عشان البول والزيروس اجيب مكان البول والزيروس ال جي اتش هنا اللي هو السيستم عندي الار لوكس ال جي اتش هممكن احله بالطرق التقليدية اللي هو النومريتور اللي هو البسط عندي معامل اس بواحد وآآ الحد المطلق بسالب واحد ودي نومريتور ممكن امسك المقام ده افقه واحطه كده مباشرة او ما فقهوش واكتب باستخدام ده اللي اللي هي بتضرب واحط القوس الاول القوس التاني واضربهم في بعض اهو ويبقى وقتها اقول ان جي اتش عبارة عن نومريتور دي نومريتور عندي وبقول البي زي ماب ال جي اتش مباشرة اللي هي طلعت من هنا او النومريتور دي نومريتور اللي انت جايبهم فوق حل بالطريقة اللي تراحك والار لوكس نفس نظام جي اتش او النومريتور دي نومريتور اعمل تشيك عالمتلاب باستخدام الاوامر المتلاب دي طبعا هنا هتلقى هنا في زيرو ناحية اليمين زيرو ناحية اليمين تمام خلي بالك هو السيستم هيبقى ستيبل في منطقة ومنطقة لا يعني هنا المنطقة العشمال دي ستيبل لغاية الكيه تمانية بعد تمانية هيبقى يلي بالسيستم انستابل تمام واتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ولو حاجة قليلة وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعنا في كل فيديو نرفعه ان شاء الله هنرفع فيديوهات كتير خاصة بالروت لوكس فتبعونا باستمرار وشكرا جزيلا